مكارونا لنس جامل لكلنا بنحبها وبنروح نشتريها من المحل بنجيب هلبة صغيرة كده بعشرين جنيه انت هتعمليها في البيت أوفر ونفس الطعم ومش هتفرقيها بالضبط زي اللي بنجيبها من المحل وسر الصلصة بتاعتها بطريقة سهلة جدا وسدقيني طعمها هيعجبك قوي جبت حل على النار وهحط فيها شوية من الزيت وهنزل عليهم ببصلتين متقطعين جوانع بالشكل ده وهشوح كده في البصل وأقلب فيه طول ما أنا وقفة لحد ما لونه يبتدي ياخد معينا لون دهبي ويتحمر معينا بالشكل ده كأنك بتعملي البصل للكشري بس ما تغمقهوش أكتر من كده علشان خاطر ما يمررش معينا أول ما ياخد معينا لون الدهبي ده هطلعه على مصفى وحطه على جنب وفي نفس الزيت بقى اللي حمرنا فيه البصل هنزل عليه بمعلقة كبيرة من السكر وأقلب في السكر لما يقرمل معينا وياخد اللون ده ومن الأفضل بعد ما اتحمري البصل وقبل ما اضيف السكر قليلي كمية الزيت شوية عن الكمية دي علشان ما تعملش معيك حمودة لما عملتها بعد كده قللت كمية الزيت عن كده كتير والزيت وهو سخن بالشكل ده هنزل عليه بثلات معالق كبار من الصلصة بيخلي السلصة معي متقيلة جدا ولونها غامق وهضيف نصف كيلو من عصير الطماطم مضروف في الكبه أو هتضربه في الخلاط بس بشوية مية صغيرين لان لازم ما يكونش العصير فيه مية كتير وهبهر السلصة بفلفل اسود وكمون وملح هم ما بيدفوش بهرات غير كده بس بس أنا حطيت كمان شوية من الشطة وهقلب السلصة وغطيها وسبعة تتسبك على ما السلصة تتسبك شوية هجيب البصل اللي حمرناه وهحطه في الكبه وهنعمه كويس جدا وممكن لو انت مش حابة تحطيه في الكبه افرقيه بين ايدك لتنين لحد ما ينعم معاكي بالشكل ده وهضيف البصل بعد ما فرمناه للسلصة تغلي غلوة واحدة وهوطي عليها النار وسيب السلصة تتسبك من 10 دقايق لربع ساعة لما قوامها يتقل معانا وتاخد اللون الغامق بالشكل ده وعاوز اقولك على تطبيق حلو قوي في وصفات اقتصادية كتير هتلاقي التطبيق ده سايبه لكم في اول تعليق اول بايو مليان وصفات واكلات كتيرة موفرة وسهلة واقتصادية وكمان التطبيق مجني بتحمليه مرة واحدة بس بالنت وبيفضل معاك على طول تفتحيه في اي وقت بعد ما الصلصة بقت جاهزا عينة طفيت عليها وسلقت الجسين مكارونا وعشان تفضل المكارونا معانا فلفلة وماتع الجنش حطت لها شوية من الزيت واحطها في الطبق واحط عليها من الصلصة صدقيني بجد لو جربتها هتعجبك قوي طعمها بجد نفس الطعم اللي منجيبه من برا وهتعجب الولاد جدا وتستحق فعلا ان انتو تجربوها بس زي ما قلتلكو قلله قمية الزيت شوية ومستنية رأيكو في التعليقات لما تجربوها وصحتين وهنا